ذكرها عدري اخوة قصة امامي والله لا اعرف مصدرها يعني مشانا اكون صادق بس لها رسالة ومجلول يقول قلية مدينة بلد ما بعرف الظبط والراوي قال انها في سوريا بقض النظر عن حديث عن سوريا هذي الايام المشحلقة يقول الراوي في سوريا قد تكون في الاردن وفي الفلسطين وفي مصر قال المثال بتطبق يعني يقول ملك في هاش مسجد فارادوا ان يبنوا مسجدا فقالوا بنا اوليش اكيد نلدى بالناس اللي الله نيسر امورهم ومنعم عليهم نروح لهم وبالآخر نينجي لعاملة الناس اما هذول عادة ممكن يتبضعوا نصدق واكثر من غيره فبقول رحنا مجموعة لجلة المسجد الراغم يتحدث على رجل الله موسر يسر اموره ومجدت عليه من خيره الكثير ودخلوا عليه لكن الرجل كان بعيد معيد عن الله عز وجل قلبه قاسي مع ذلك دخلوا عليه مش ان الرجل هذا يعني الناس تلعا ما اخذ الملفوط على بيت واحد مهما كان خلص انت الان انت في بيتي يعني الاصل اني احترمك واذا بديش اعطيك يعني اردك بشكل لطيف يعني بقول الراغم فهذا الرجل صاحب القلب القاسي فتظاهر انه يريد ان يتصدق فطلب من اللجلة المسجد اللي فأيتين عليه انه يمديده وقال كان له بديو يطيل بديو يطيل وضع يده في يده لم يجد شيء ولكن عاد وفتح يده وبسق فيها اجنبكم الله بسق في يد مين هذا عضو اللجن يعني هذا رجل كان ذكي ولبق صاحب خلق وعرف كي بقول من اين تؤكل الكتف فقال له وهكذا وهكذا الراغم يقول بقول فقال له شكرا هذه هذه منك لي هذا منك انت عندك قال يقول ياسيبي فماذا عندك لله هذه منك لي فماذا عندك لله تقول لله الله أكبر والله انا من سمي صاحب القلب القاسي لا اظن بتصورش في في اهلك الاحلام ان مسلم يعمل هيك لكن كانت له الله كأنه ارد ان يكون فيه الخير بقول لهذا الرجل لما سمع هذه الكلمة انه هاي منك لي طب شوفي عندك لله كان هزته حركت مكنون الخير اللي كان مخبه فيه كان مطموس كان مطمور يقول لله انا ابزق بياتك واقول لك هذه اله وانت بتقول لي طب ماشي مقبولي منك وماذا لله يقول الراوي هذا المشهد هزه هز اركانه هز كيانه ومباشرة وعلى الفور كان الانقلار في موقفه ما خرجوا ما خرج هؤلاء الا وهو متعاهد ببناء هذا المسجد كله على نفقته